دواعي سروري أن أرحب بصاحب السعادة فاغن كاتشاتوريان رئيس أرمينيا تفضل فخامة الرئيس صاحب الفخامة لكم الكلمة السيد الرئيس أصحاب السعادة سيداتي وسادتي أولا سمح لي أن أعرب لكم عن امتناني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشكر الموصول لحكومة مصر على التنظيم المحكم لهذا المؤتمر بلغة الأم أقول ما يلي إن أرمينيا بلد نامي وملتزم تماما لالتزام بالعمل العالمي من أجل مكافحة تغير المناخ ولطالما التزمنا بالعمل العالمي لمكافحة هذه الظاهرة وليس فقط من خلال الإعلان عن جدول أعمال مناخي طموح بل كذلك من خلال العمل على إرساء منظومة اقتصادية خفيضة الكربون وقادرة على الاستدامة وذات منع فالتغير المناخي لا زال يستمر أمام أعيننا وذلك يهم البلدان الأقل نموا والبلدان الجبلية والبلدان الجزرية والبلدان غير الساحلية مثل أرمينيا وهناك النظم البيئية التي صارت مهددة وكذلك الشأن بالنسبة لموارد المائية ومخاطر الفيضانات والأعصير والحرائق الغبوية بالإضافة إلى الزيادة في الاحترار لقد سجلنا 1.3 درجات مئوية زائدة وتسعة في المائة من نقص التهطلات المطرية في بلادنا مما يجعلنا من أكثر البلدان معرضة لمهب التغيير المناخي في أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى وحضرت الرئيس نحن واعون تمام الوعي بالقدرة التخريبية الرهيبة للصراعات على البيئة وكذلك فإن أثر الحرب على النظم البائية يختلف ويتنوع وللأسف في الثالث عشر من سبتمبر أرمينيا تم مهاجمتها من طرف أزربيجان في الأرض ذات السيادة في أرمينيا وفي بلدات كثيفة الساكنة بما يشمل مدينة جرموك المعروفة بكونها منتجعا ومدينة سياحية لسياحة الطبية وتم استهدافها بالقدائف إذن هذه الأعمال العدائية تمت من خلال الطائرات من دون طيار والأسلحة الثقيلة وذلك أدى إلى ضرر كبير بيئي بالإضافة إلى ما بلغناه من تخريب من جراء استهداف خزان الماء في كيشوت فيد الرئيس برغم من التحديات الموجودة على المستوى الأمني في أرمينيا فإن النول الأولوية لجذو الأعمال تغيير المناخية خاصة بالتركيز على التنمية خفضة الكربون والنظيفة التي أقررنا بها على أنها أولوية وذلك بالعمل باستراتيجيتنا التكيفية مع تغيير المناخ وهي استراتيجية بعيدة الأمد وواسعة النطاق تهم الاستثمارات وكذلك دعم التنقل الكهربائي وكذلك النهوض بتنمية قدراتنا من حيث الطاقة النووية المستعملة لأغراض الكهرباء إننا ملتزمون بمكافحة تغيير المناخ والسنة الماضية قد وضعنا استراتيجيتنا 2021-2030 في شكلة إسهامنا المحدد وطنيا ونصب من خلال ذلك لوضع مستهدف جديد لتخفيف من وطأة تغيير المناخ على مستوى كافة قطاعات الاقتصاد بمعنى 40% من خفض انبعاثات غازات الدفئة بحلول 2030 وعدد من الحلول المبتكرة منها Death for Climate أو الدين مقابل المناخ وهي مبادرة ندعمها في علاقتنا مع الدول الدائنة كذلك نرحب بالتقدم المحرز على مستوى المادة السادسة من اتفاقية باريس ونرحب بالصدى الطيب لقمة غلاسكو قبل سنة مع العمل على مواصلة الجهود من أجل انتقالة عادلة مستدامة خفيضة الكربون سيداتي سادتي إن وضعنا اليد في اليد فإن القوة التي سنتحل بها ستؤهلنا إلى تخطي تحدي تغير المناخ مع العمل على التنمية المستدامة في إطار من التعايش الإنساني المسالم شكرا